أهي بغداد هي مدينة الأولياء وميدان الأولياء الآن لو ترجع إلى تاريخ بغداد الخطيب البغدادي رحمة الله عالية لو ترجع إلى تاريخ بن خلكان وفيات الأعيان طبقات الصوفية سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي نشوف شكذ أولياء ليس لهم عبد ولا حصر أبدا ولا حد الآن مقابر قريش هي تحتوي على عدة مقابر بغداد مقابر قريش مقبرة الكاظمية فيها الإمامان الجليلان سيدنا موسى بن جعفر ومحمد الجواد سموا الجوادين وبجواره أبو يوسف يعقوب تلميذ الإمام أبي حنيفة هذه مقبرة قريش مقابيرها من جهة الكاظمية مقبرة الخيزران فيها أبو حنيفة فيها الإمام الطبري فيها الخطيب البغدادي فيها أبو الحسن النوري فيها أبو بكر الشبلي خير الدين النساج أروح لغاد منها مقبرة الشونزية مقبرة الجنيد البغدادي والسري السقطي وداود الطائي والحبيب العجمي الجنيد البغدادي اللي حاليا قريب من المحطة العالمية بالضبط مقبرة باب الأزج بها عبد القادر القيلاني وجمهر من الأولياء مقبرة باب حرب اللي صاير الآن بها الإمام ابن الجوزي وفيها أحمد بن حنبل إمام المذاهب إذن تضم المئات المقبرة الوردية مقبرة عمر السهر وردي السهر وردي وعمر السهر وردي هو بكري في نسبه وهو تلميس سيدنا الشيخ عبد القادر حتى مقبرة الغزالي في باب الشيخ ما هي نفسها فيها عمر السهر وردي نعم فهي ميدان الأولياء ولدينا الإمام أبو حنيفة رحمة الله طمعا أبو حنيفة بمقبرة الخيزران رحمة الله طمعا أبو حنيفة